السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله وإن إليه راجعون وفاة الفنان العراقي علي طاهر حيث توفي علي طاهر الفنان العراقي اليوم بعد سراع مع المرض وكان الفنان العراقي قد تعرض لجلطة دماغية أفقدته النطق والحركة وأقعدته في الفراش في سبتمبر عام 2023 فيما أعلنت عائلة حينها عجزها عن توفير نفقات علاجه الباهزة بعدما ظل في المستشفى عدة أشهر وذلك إثر إصابته بجلطة دماغية تميز الفنان علي طاهر الملقب بعلي طويرة بأداء الأدوار الريفية وكذلك إجادته تقليد الأغاني الهندية بطلاقة لكن على طريقته الخاصة إضافة إلى تقليده عددا من المطربين ساهم في تقديم بعض الأعمال المسرحية والبرامج الكوميدية كما قدم الكثير من الأعمال من خلال برامج خاصة بالغناء الريفي هذا وله بصمة وطريقة في طرح النكات إن لله وإن إليه راجعون بن عزي الشعب العراقي نسأل الله العلي القدير له الرحمة والغفران والزوئي الصبر والسلوان دمتم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة